وإمبارح شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية يوم المرأة المصرية خلال هذه الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان أرقام مشرقة والاستعرض ما حققته المرأة المصرية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكمان إمبارح كرم سيادة رئيس عدد من النماذج النسائية المشرفة في مختلف المجالات وكمان الفائزين بجائزة الأم المثالية على مستوى الجمهوري كمان في الكلمة اللي ألقاها إمبارح سيادة رئيس في الاحتفالية وجه سيادة الحكومة باتخاذ عدد من الإصلاحات والتشراعات القانونية لتعزيز مكانة المرأة وتمكنها وحمايتها من جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات ومثلما كان لهذا الدور الوطني الأكبر في الحفاظ على هوية الوطن خلال ثورة 30 يونيو وفي إنجاح جهود الإصلاح الاقتصادي وخلال جائحة فيروس كورونا وعولوا على قوتها ووعيها وحكمتها كثيرا أنا أتكلم عن المرأة المصرية في إنجاح المشروع القومي لترمية الأسرة المصرية والذي يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والمجتمع بأكمله السيدات والسادة لقد عهدت نفسي منذ أنت وليت مسؤولية هذا الوطن أن تأخذ المرأة المصرية مكانتها العظيمة التي تستحقها وأنني على العهد والوعد ببذل كل ما في وسعي لمواصلة مسير الدعم وتمكين المرأة المصرية وحمايتها عرفاناً بدورها الفاعل في بناء المجتمع وانشغالها بهمومه واستكمالاً لمسير الدعم وتمكين المرأة المصرية وجه الحكومة باتخاذ الإصلاحات التشريعية والقانونية لتتضمن الآدي تحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التمييز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال اتنين دعم المرأة من أجل التحقيها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهميته مزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات الهندسية والعلمية والتكنولوجية التطبيقية وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه المجالات للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة ثلاثة مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل أربعة الحماية من الإزاء البدني في نطاق الأسرة صونا لكرامة المرأة ومكانتها خمسة أنا أقولت لكم مرة في موضوع الإزاء البدني ده والناس ضحكت لما قلت كده قلت المفروض الراجل لما يكلم السيد يحط إيده ورى ظهره فالناس ضحكت خير يا عم خير يا عم خلي إيدك ورى ظهرك يا سيدي اتكلم كويس اتكلم كويس لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا قال حكتين قال الصلاة الصلاة والمرأة يعني قال خلي بالكم الصلاة وخلي بالكم المرأة دي استراتيجية يا جماعة دي ايه تطلع منها سياسات وعدات وتقاليد وقيم ومبادئ ودراسات تحقق هذا الأمر مش كلمة تتقال ايه حسب ضميرنا يعني وماله حسب ضميرنا برضو ومثلما كمان سيد رئيس قال ان المرأة المصرية هي ظهير لوطنها وانها رمز للعطاء والتفاني عشان كده احترام المرأة وحمايتها وتمكينها هو واجب وطني والتزام سياسي وليس هبة أو منح اود ان استهل حديثي اليوم بتقديم خالص التحية والتقدير الى المرأة المصرية العظيمة صنعت مجد الوطن والاساس المتين لبنائه ونهضته منبع الامل في المحن والشدائد فكل عام وانتنا عزة الوطن ومصدر قوته واسمحوا لي ونحن نحتفل بالمرأة المصرية العظيمة ان ادعوكم جميعا لان يكون اليوم وكل يوم فرصة للتعبير عن الشكر والامتنان للمرأة المصرية تقديراً وإجلالاً لدورها العظيم وتضحياتها الغالية السيدات والسادة انه لمن دواعي سروري وفخري ان اشهد بينكم اليوم احتفالنا السنوي بالمرأة المصرية العظيمة وسعاداته كبيرة وانا اتواجد بين هذه النخبة من عظيمات مصر في شتى المجالات واكد لكم اعتزاز الشخصي بهذا الاحتفال الذي اصبح تقليداً عزيزاً اعتبره وسام شرف من الدولة لكل سيدة مصرية لتعبر خلاله عن جزء يسير من احترامنا لدورها الجليل كشريكة في الكفاح والنجاح والبناء والعمل السيدات والسادة لقد كانت المرأة المصرية العظيمة وما زالت دعماً وظاهيراً لوطنية ولن اكون مبالغاً اذا قلت ان قوة المرأة المصرية هي التي صنعت مجد هذا الوطن فهي رمز العطاء والتفاني والتضحية المتجردة من اي مصلحة هي سر الحياة هي سر الحياة واقولها صريحة ان انحيازي للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وايمان حقيقي بان احترام المرأة وتقدير دورها وتمكنها وحمايتها هو واجب وطني والتزام سياسي وليس هبة او منحة بل هو حق اساسي لها وعلينا جميعاً ان نتخذه كمنهج حياة فبدونه لن يتحقق اي نجاح منشود كمان امبارح سيادة الرئيس اكد على ان مفيش مشكلة في السلع داخل مصر حالياً او خلال شهر رمضان وقال كمان ان قوات المسلحة وفرت اتنين مليون كارتونة لتوزيعها على المواطنين بنص التمن نقول كلام ده ادنوقتي وبعدين نقول اي حد طب يعزلني عنده في البيت الاقي ملال السفرة عشان رمضان يعني ايه لا ونعتبرها يعني موضة يعني يقول لك هو ده طب احنا عندنا مشكلة في السلع لا والله اعمل له انت عايزين انا والله بحلف اخدوا انتوا عايزين انزلوا عاب من الاسواق وانا عايز اقول لكم على حاجة يعني لسه الجيش بنزل اثنين مليون كارتونة وممكن ينزل اثنين وثلاثة وعشرة وعشر وعشر انا عملي حسابنا كل حاجة ايش بنص ثمنها محمد بنص ثمنها مش كده بناش نكسب يعني نص ثمنها انا عارف ده بس مدحك معاكو عشان تبقوا فانفيش مشكلة انما المشكلة ان احنا اذا كنتم عايزين المستقبل افضل حقيقة احسان لابنائنا وبناتنا واحفادنا لازم نرجع الكلام ده يا دوبك يا دوبك حد بقي رح طالع بقى على المواقع التواصل السيسي بيقول لنا ما تكلوش لا 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 كونه اللي انت عايزين والله والله انا صادق معاكم وامين والله يعلم ما في نفسي وانا في البيت اقول لهم كده حتى عندي يعني الناس اللي بتاكل معنا لو جوم شافوا يقول لك ها وتقول لهم انني بيت ما انا مش رئيس والله والله انا ما رئيس فيقول لك اكيد السفرة بتاعته دي مختلفة جدا بيأكل من الجنة يعني لا 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 وقال لهم كتير كده واسأل الاسعار دي بكام ودي بكام ما تجيبوش دي وتجيبو دي انا بعمل كده اما ليه اما ليه مش انا مسؤول امام الله سبحانه وتعالى مش المهم الوفرة اللي في جيبي المهم الانفاق المناسب المتوازن مش معها كام لا فمش عايز تطلع على الحتة دي عشان ليه كل سنة انتطيبين سيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية اشهدت بالنماذج الملهمة اللي تم تكريمها مبارح في الاحتفال بالمرأة المصرية سيدة انتصار السيسي قالت في تدوين لها على صفحتها رسمية على مواقع التواصل اجتماعي بكل فخر واعتزاز وتقدير شرفت بحضور حفل تكريم المرأة المصرية والامة المثالية الفين اتنين وعشرين وقد توقفت طويلا امام النماذج الملهمة التي شرفتنا جميعا في الحفل ان سيرتهن وتجاربهن اثبتت ان المرأة المصرية مفتاح الحياة حقا فقد اتحدينا الصعاب ووجهنا المستحيل وقهرنا كل الظروف خدمة لابنائهن ووطنهن ولقد جاء هذا الحفل في وقت نواجه فيه ازمة عالمية كبيرة القد بظلالها علينا جميعا لكن المرأة المصرية وكما عودتنا قادرة على العبور بأسرتها الى بر الامان بارح سيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الاعلى لقوات المسلحة تقدم الجنازة العسكرية لكل من الفريق عبد رب النبي حافظ رئيس اركان الجيش الاصبق والفريق فخري عبد المنعم الخليل قائد الجيش الثاني الميداني الاصبق واقيمت الجنازة بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير تنطوي تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية لكل من الفريق عبد رب النبي حافظ رئيس اركان حرب القوات المسلحة الاصبق والفريق فخري عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني الميداني الاصبق في حرب اكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الاصبق والذي وفته مالمنية صباح اليوم بعد مسيرة عسكرية طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطن الغالي مصر واقمت الجنازة بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي وعدد من الوزراء وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدام القادة وكان الفقيدان الراحلان قد شغلال عديد من المناصب والوظائف العسكرية وسطرى اسماءهما باحرف من نور في سجلات العسكرية المصرية خلال مدة خدمتهما في صفوف القوات المسلحة ليكونا خير مثال يحتذا به في التفاني والاخلاص في العمل من اجل رفعة الوطن وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم العزاء لأسرة الفقيدين الراحلين